الفصل السابع هندسة المضلعات الدرس الأول في هذا الفصل هو العلاقات بين الزوايا فلنبدأ بتعريف الزاوية الزاوية هي ضلعان نشتركان في نقطة واحدة نسمي هذه النقطة الرأس وكيف تتم تسمية هذه الزوايا نستطيع تسميتها كالتالي نكتب رمز الزاوية ثم ننظر لدي نقطة على هذا الضلع ثم الرأس صاد ثم نقطة عين إذن أقول الزاوية سين صاد عين أضع الرأس في المنتصف أو أستطيع أن أقول عين صاد سين الزاوية عين صاد سين دائما الرأس في المنتصف أو أستطيع أن أكتفي بالرأس فقط فأقول الزاوية صاد في بعض الأحيان أضع رقما هنا بهذه الطريقة واحد فأقول الزاوية واحد وأقصد هذه الزاوية إذن أستطيع تسمية الزاوية بأربع طرق مختلفة ويوجد أنماع للزواية فهناك الزاوية الحادة والتي قياسها أقل من تسعين درجة كما توجد الزاوية القائمة والتي يساوي قياسها تسعين درجة ونضع لها هذا الرمز لندل على أنها قائمة ويوجد أيضا الزاوية المنفرجة والتي قياسها أكبر من تسعين درجة انظر منفرجة أكبر من تسعين درجة وأخيرا توجد الزاوية المستقيمة والتي قياسها مئة وثمانون درجة وهي عبارة عن خط مستقيم إذن حادة أقل من تسعين درجة قائمة تسعين درجة وانفرجة أكبر من تسعين درجة مستقيمة مئة وثمانون درجة بقي أن نعرف الزوايا المتقابلة بالرأس وهي الزوايا التي تنشع عن تقاطع خطي مستقيم بهذه الطريقة تقاطع خطان مستقيمان ونتجان درجة أربع زوايا إذا رقمناها فأجد أن الزاوية واحد والزاوية ثلاثة متقابلتان بالرأس انظر هما غير متجاورتان ويشتركان في رأس إذن نقول الزاوية واحد والزاوية ثلاثة متقابلتان بالرأس وهيضا لدي الزاوية ثلاثة والزاوية أربعة هما غير متجاورتان ويشتركان في الرأس إذن أقول أيضا الزاوية 2 والزاوية 4 متقابلتان بالرأس وآخر مفهوم من هنا هو الزوايا المتجاورة وهي التي تكون بهذه الطريقة فننظر إلى هاتين الزاويتين يشتركان في ضلع وفي رأس إذن نطلق على الزاوية 5 والزاوية 6 زاويتان متجاورتان ترسل الزوايا المتتامة والمتكاملة ما هي الزوايا المتتامة؟ هي التي مجموعة قياسها يساوي 90 درجة مثل هاتين الزاويتين وننظر لدينا هذه الزاوية قائمة وهتين الزاويتين متجاورتين مجموعهما يشكل قياس الزاوية القائمة إذن نقول أن الزاوية 1 والزاوية 2 متتامتين لماذا؟ لأن قياس الزاوية 1 قاف الزاوية 1 قياس الزاوية 1 زائد قياس الزاوية 2 يساوي 90 درجة إذن الزاويتين متتامتين ولا يشترط أن تكون الزاويتين متجاورتين حتى تكون متتامتين فقد يكون عندي زاويتين بهذه الطريقة فهاتر الزاويتين إذا جمعت قياسهما 35 زائد 55 أحصل على 90 إذن هما زاويتين متتامتين لماذا؟ لأن 35 درجة زائد 55 درجة يساوي 90 درجة إذن هما زاويتين متتامتين أما الزاوية المتكاملة فيكون مجموع قياس الزاويتين المتكاملتين 180 درجة مثل هاتين الزاويتين انظر هذه الزاوية زاوية مستقيمة قياسها 180 درجة إذن هاتين الزاويتين الثلاثة والأربعة متجاورتين ومجموع قياسهما 180 درجة إذن نقول الزاوية ثلاثة والزاوية أربعة متكاملتين لماذا؟ لأن قياس الزاوية ثلاثة زائد قياس الزاوية أربعة يساوي 180 درجة مرة أخرى لا يجب أن تكون الزاويتين متجاورتين حتى تكون متكاملتين مثل هذه الزاويتين هتين الزاويتين متكاملتين أيضا لماذا؟ لأن مجموعة قياسهما 140 زايد 40 بـ 180 إذن نقول أنهما متكاملتين كما ذكرنا 140 زايد 40 يساوي 180 درجة إذن هما زاويتان متكاملة إحصاء التمثيل بالقطاعات الدائري هنا سنأخذ نوعا جديدا من التمثيل تعلمنا أولا في الفصل السابق التمثيل بالنقاط والتمثيل بالأعمدة والتمثيل بالمدرج التكراري الآن سنتعلم عرض البيانات بالقطاعات الدائر سنتعلم هذا عن طريق مثال فلنأخذ مثلا البيانات في هذا الجدول فهذا الجدول يعرض طوالف مختلفة من الحيوانات وعدد الأنماع المهددة بالانقراض منها كيف نمثل هذا الجدول أو هذه البيانات على دائرة حتى نمثل البيانات على هذه الدائرة لا نستطيع تمثيلها بالأرقام كمان بالشكل التالي يجب أن نحولها إلى نسبة مئوية إذن سنضيف عمودا إلى هذا الجدول عنوانها النسبة المئوية ونجد النسبة المئوية لكل هذه الأعداد كيف نجدها؟ أولا نوجد مجموعة هذه الأعداد كلها فلو جمعنا هذه الأعداد نجدها تساوي 170 إذن حتى أوجد النسبة المئوية أقسم العدد على الكل الجزء على الكل إذن نسبة الثديات المعرض للانقراض 68 على 170 ستكون 4 من 10 والتي أنا استطيع أن أمثلها بالنسبة المئوية 40% وهكذا 77 على 170 سأحصل على 45 من 100 أي 45% وهكذا أكمل باقي الجدول الآن أحولها إلى زوايا حتى أستطيع أن أرسمها على الدائرة أنا أعرف أن مجموعة قياس زوايا الدائرة هو 360 درجة إذن سأقسم هذه الزوايا بهذه النسب فأوضيف عمودا آخر حتى أحصل على قيمة الزاوية أضرب هذه النسبة في 360 فأضرب 4 من 10 في 360 فأحصل على 144 درجة وهكذا وهكذا وهذه النسبة أيضا أضربها في 360 فأحصل على 162 درجة وهكذا لباقي النسب الآن حولت هذه الأعداد إلى زوايا أضع هذه الزوايا داخل الدائرة أبدأ بخط المستقيم من مركز الدائرة إلى حدها ثم أقيس الزوايا فلنبدأ بهذه الزوايا 144 درجة أستخدم المنقلة أضع رأس المنقلة في مركز الدائرة أحسب الدرجات من هنا إلى 240 هنا ثم باستخدام المسطرة أرسم القطع المستقيمة أصبح هذا القطع يمثل ماذا يمثل الثدييات وما النسبة يمثل نسبة 40% ثم نأخذ الطيور نبدأ من هذا الخط فنضع المنقلة بهذه الطريقة لأننا سنبدأ قياس الزوايا من هنا ثم نقيس هذه الزوايا 162 نمشي إلى أن نصل إلى 162 162 هنا استخدم المسطرة لرسم الخط المستقيم إذن هذا القطع سيمثل الطيور والذي نسبته 45% ثم الزواحف زاويته 29 درجة أقيس الزاوية من هنا نبدأ من هنا إلى 29 درجة هنا ثم نصل الخط وهذا القطع سيمثل الزواحف ومن نسبة نسبة الزواحف 8% بقي عندي جزء واحد سيمثل 6% وهو يمثل البرمائيات وبهذا نكون مثلنا البيانات بالقطاعات الدائرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر